السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد معكم لطيفة من قناة شوات اوملينا نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله كما كتشوفوا على الصور اليوم سوف نصيب واحد الكيكا او لايغ كيك بنكا ديال سلو وشبكية كيكا يعني حصريا على قناة شوات اوملينا كينا لا في اليوتيوب ولا في جوجل دونك فيها كل منسمات ونكهات اللي كان يروهم في سلو وشبكية اذا ما نطورش عليكم خليكم تشاهدوا الفيديو من الاول الى الاخر ما تنسوش لايك في اسفل الفيديو ما تنسوش تبرتجوه في المواقع الاجتماعي ومع الاهل والاصدقاء اذا على بركتي الله اول شي غدي نبدو بالكريمة اللي غدي ندروه هاد لوبول اللي غدي نضربه في هاد الكريمة ونطلع في هاد الكريمات الشانطيئي لوبول ونضربه في المجمد واحد العشرة دقائق مقبل نحتاجه هنا 400 ميليليد خدي الكريمة سائلة 30 في المئة من المواد دهنية واكت او اكتر يعني على الاقل تكون 30 في المئة عندي هنا 500 قرام ديال الماسكار بود عندي نستعمل التزد مع نفس الكبر ديال السكر غلاسي عندي ندير هنا المنكيهات والمنسمات ديال السلو وشبكية اللي هما قرفة اه البسباس النافع المسكة الحرة اذا هادو ضروري يكونوا مع لوبول ونضرب في المجمد على الاقل واحد العشرة دقائق من قبل باش غدي طلع عنا هاد الشانطيه اه ضغيه وما تعدبناش اذا اول حاجة كان اخدو ديك الكريمة السائلة كان ديروها في الاناء اللي غدي نضربوا في هاد الشانطيه هادا في حالة ما ما عندكمش اه الكريمة بحال هادي والماسكاربون كانين في المغرب ديك هولالا يمكن اه كتما بحالة شكل هادا كتضربوها ولكن هي كتكون حلوة يعني ما ديدوش فيها السكار بالنسبة الناس اللي في اوروبا واللي بغين يديرو بحال طريقتي قدرو يصايبوا بحال هاكا يعني اربعمائة ميليليليتخ ديال القجدة السائلة وخمسمائة جرام ديال المسكاربون اذا هنا في الاول غدي نديرو اه السرعة غي ناقصة يعني غدي نديرها على واحد كتغيب يعني يتجمعو او وليتجا نسوف بعضهم ومبعد غدي نطلع في السرعة غدي نزيد في السرعة حتى كطلع لنا هديك الكريمة ما نخلي وهاش حتى ترجع لنا زبداء غين نشوفوها بدات كتجمع اه مهم عينكم ميزانكم على حسب السرعة ديال الدراب كل الدراب والسرعة ديالو وهذا اه غدي نشوفو عينكم ميزانكم غي غدي تبدك تجمع غدي نزيد فيها اه نزيد معاها عفوا السكار غلاسي بالنسبة هنالسكار غلاسي انا قلت لكم درت غدي ندير ثلاثة دلمعالق كبار انتوما عينكم ميزانكم بغيتوا تزيدوا تقدروا تمشي وحتى اه غدي نخليها غي بحل هاك اذا هنا غدي نخليها تدرب واحد ثلاثين ثانية ما مشي بزاف غي ذاك سكار غلاسي دخل معا الكريمة بعد غدي نزيد دوك المنسمات او لدوك المنكيهات دياللي كنزيدوهم في في سلو وشباكيه ماشي 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 مشكل ولكن غي تكوني تكم خفيفة من البسباس ودك النافع القرفة تقدروا تمشي وحتى النصف مع القاس صغيرة ماشي مشكل ولكن الاخرين دورو منهم هي قبسة قبسة بشي فيها غي ذاك الريحة يعني غي تخرج النادي كالريحة وصافي ما ما تكترج بزاف باش ما جي كمش الكريمة مرة اذا هنا انا انضربها واحد ثلاثين ثانية ماشي كتر باش ما كما قد لكم ما ترجع لنزبدة سافي الكريمة ديالنا ها هي واجدة انا غدي ندخلها التلاجة تبقى علاجا بها كاللقها موجودة من بعد غد نديرها في الجيب الحلواني باش غدي نخدم بها دابا غدي ندوزو لاجينواز بالنسبة لاجينواز كينجوش طورق اما كتاخدوه دقيق وكتحمروه هنا عندي ميتين جرام ديال دقيق محمر تحمر بحدي كنحمره لسلو انا عندي اربعة ديال البيضات ميتين جرام ديال سكار سانيدة ميتين جرام ديال دقيق اللي حمرته كما قلت لكم تقدروا تستعملوا الدقيق اللي ما محمرش عادي دقيق ابيض عندي هنا واحد شوي يجد الخل واحد غي مكامل شنص مع القصغير وراد الخل اربعة ديال معالق كبار ديال الحليب بارد وزوج معالق كبار ديال الزيت النباتية ومطبيعة الحال الخمارة هنا انا عادي ندير حداشر جرام ثم تقدروا تديروا خمارة ونص ديال المغرب مهم حداشر جرام ديال الخمارة ديال الحلوه وهذا كشي اللي بقى لنا من النكاهات ولا المنسمات ديال اللي درنسهم في انا اول حاجة غادي نبدأوا البيض والسكار غادي نديروهم مع بعضهم البيض دائما يكون بدرجة حرارة المطبخ انا دائما كنخلي واحد الكيمية ديال البيض كان ديال في تلاجة وكمية اخرى كنخليها على بره باش هكا كنلقها الحلوة واللكيكات ولا ديكات تكون بحرارة المطبخ الى كانت عنكم في تلاجة مقبل اخرجهم واحد من الساعة باش كي ياخدوا ديال الحرارة ديال المطبخ باش باش ينجح معكم الكيك اه اذا هنا غادي نضرب نضرب هاد البيض هدا مع السكر هنا بين قوسين غادي نفتح واحد جوج القوسين اه بالنسبه للطقيق اللي هممار انا هنا هنا لدينا ندير الاضع في ديال هاد الاجينواز او اولا غادي ندير هاد الاجينواز على الجوج المرات يعني غادي ندير هادي وغادي نزيد ندير واحد اخرى علاش حيث مني كنحمر الضقيق اللاجينواز ما غاديش طلع معاكم يعني الاجينواز هادي تبقى هابطة تبقى نازلة بنسبة يجب أن نضيف المقادير سوف نضيف الزيت الحليب القرفة النافع والبسباس مع البيض والسكر طبيعة الحال سوف نضيف الزيت نضيف الزيت ومع النافع سوف نضيف الزيت بسببها فعلا نضيف السورة لنضيف الزيت كما قدت لكم أعلمكم بالنسبة لكم فعلا المول اما يضيف الزيت اما انا ادرت الورق الغذائي في الاسفل و اذا كانت تحمروا الدقيق العادي اذا كانت تحمروا الدقيق العادي سوف يجدكم اذا كانت تحمروا الدقيق الأبيض لا تحمروا ورق غذائي بحالة الشكل اذا كانت تحمروا الدقيق العادي سوف يكون عالي لان هذه الجنواز تحمروا 18 سنتيمترا قطر ديالوي يعني ماشي كبير درتو صغير وغادي جيكم عالية بزاف ضروري كنقول هون اكد عليها دقيق اللي كحمرتو ما كتطلعش الكيكا ديالوي يعني خذكم إلا بغتوها جيكم عالية ديرو جوجد المرات ديال هاد الجنواز اذا كانت تحمروا الدقيق الأبيض ديرو جوجد المرات ديرو جوجد المرات ديرو جوجد المرات يعني ربعات البيضات ممتين جرام دقيق ممتين جرام دقيق ممتين جرام تسكار مع البقية وكتجي الكيكا عالية بزاف سوف يجيكم طالعة سوف نخوي الكيكا في المول سوف يكون شاء على الفران سوف يسخن سوف ندخلها على 180 درجة لمدة 40 دقيقة حتى 45 دقيقة على حسب نوعية سوف ندخلها 40 دقيقة سوف ندخل الورق الغذائي لكي لا ينزج سوف يكون نزل كيكا لا ينزل كيكا عادية لا ينزل كيكا عادية كيكا عادية كيكا ندخلها على الفران طيب سوف يكون ندخلها قوي انا من بعد مطابط خليتها تبرد و قطعت كل الجينوات على الجوج كما اخبرت وقمت بإضافة و قمت بإضافة كيكا سوف ندهن و نضيف و نضيف و نضيف و نضيف و نضيف السماء وترجمة كيكا و نصف معاكال و نضيف فوق النار و نضيف و نضيف و نضيف واللوز و نضيف و نرى نضيف اضافة كرام في الأسفل سوف أقوم بفق الكيكا سوف نضيفها بالمقلوب سوف نطلع لكم طريقة كيف يجب عليكم الكيكا سوف نستخدم قطر أو قرص دائرة سوف نسقها بكثير نصف من الماء وسكر ومازهر لنعطية الكيكا ثم نبقى كيمياء الكريمة يحبون الأسفل سوف نقوم بكثير طبقة ثانية لجنواز كنسقيها لكريم قوقا واللوز و جنجلان مهرمش مهم كتبقى وغادين على هات الشكل هادا حتى كتكملوا الجنواز اللي عندكم بغيتوا تديروها عالية ديرو بحالي بغيتوا تديرو غيزوج تكتفي وبزوج تقدروا تديرو غيزوج طبقات جيكم كيكا نزلة بحلوة جيكم كيكا عادية بغيتوها طالعة مهم حتى كنتم مزايدين كrim كيكا كاكبنيو فيها اذا هنا هاته الطبقة الاخيرة وولا ما قبل اخيرة غادين ندير طبقة الاخيرة من الفق غادين القلبها دابا ما غادينش ندير ديك الجيه اللي كيما تشفتهوا هاتي غنين نديرها من الداخلess студعا غادين سقيها اولا وغادين نقلبها هنا كيما شفتوا قلبتها او من بعد اخد كريم اللي بقات لي وغادين البقه انا نعمر هاتوك الخويات في الجنب ديال سوف تجد خلال جينواز تجد سهلة في الخدمة تجد خلال جينواز ومن بعد إلا بغيتو تزينوها بإلا كان بقي لكم هذك قوقا واللوز وجنجلان تزينو جنيبات ديولها ما كانش بقي مشي موجكي تكتافي وغيب الكريمة راهي كافية يعني هذا فقط للتزين والتذكير بأنه فيها ناكهات ديال سلوش باكية كان ديرو فيهم اللوز وقوقا وجنجلان فعلا تتقوني كجيزوينة أنا هذي محطي وقوقتها منزلتها حتى ضقتها وعطيتها لصاحب اتداقات وهذا يعني حتى تأكت بأنه يعني لوقو يعجب تقريبا قاعد الناس هنا أخذت بلاتو اللي غادي نزلها فيها دلت واحد شويش الكريمة ومن بعدها نقلب عليها ديك الكيكا أنا أنا حسب لي كنصور ولكن تقطع لي التصوير مشي مشكل كنعتادر هنا قلبتها على لقفة يعني قلبت اللي لفوق رجع لتحت ولي لتحت رجع لفوق وهذه الطبقة شفتوا ديك الطبقة اللي درتها لتحدي الكريمة قديتها يعني ما ما ستشعلها شي حاجة قديتها كتشدو يا إما كراميل ولا تكتفيوا به هغيها كبريضة وتزوقوها يعني تزينوها بشوية ديال البوشادو يعني تزينوها بزين كيبقى اختياري بالنسبة الكراميل أنا راني منزل الوصفة على القناة منزل لكم رابط الوصفة في أسفل هذا الفيديو كراميل ناجح جدا وكيبقى تلت تشور في تلاجة كمية كثيرة وكيبقى لي نحتاجه هنا بقيت لي واحد شوية الكريمة ازتعليها شوية الكراميل كتشوفوا الألوان مختلفة واحد الكريمة خليتها بيضا سوف يتبقى وكتزوقو بحلاكة الشكال اللي بغيتو زواق اللي بغيتو كل سيدة وكتتفنن في الزواق أنا هنا ازوقتها بشباكية درتيح ببات شباكية تذكير والورد بأنه فيها رافيها المزهر اللوز هنا يا وشنجلان رشيتهم الفوق اللوز داك المقلية خليت من واحد شويش كراميل كيبقى يجعلها نزل بحلاة الشكل هذا كتجي فعلا زوينة بزف دينوا بها المائدة ديال العيد ان شاء الله او لا تقدموا حد تفعيل ميلا جيف في مناسبات كتجي فعلا زوينة مدقة رائعة في النايل لكي يعجبكم سلو شباكية نصحكم انكم تصيبوها ونصحكم انكم تصيبوها ليلة قبل وتخلي واحد تلغد لي وتاكلوها كتجي روعة يعني كتشرب ديك الجينواز مزيان وديك الكريمة كتشد مزيان كتجي غزالة في النا انتمنى اناني ما نكونش طولت عليكم نكون الشرح مفهم وانتمنى انكم تجربوها وانها تعجبكم نقولكم استحاول راحة والى فيديو اخر ان شاء الله تلوفيوسكم سلامة